نسمحنا أن نرحب بالرائد محمود المغيري وهو مدير وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام. أهلا وسهلا بك محمود بيك. أهلا وسهلا بك. محمود بيك أنا حكيت في البداية بأنه فيه أشياء مشتركة بيننا كدول عربية كمجتمع عربي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية الإيجابيات ومن ناحية السلبيات. لكن من خلال المشاكل اللي عم توصل لعندكم نتيجة إما الجهل في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو خلينا نحكي التنمر كمان على مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة لعننا وين في هذا الموضوع؟ وين أسبابها؟ هل هي متعلقة بالشخص نفسه؟ بتنشئته؟ بالرقابة الأسرية؟ ولا وين بالضبط؟ تمام ستة الكريمة. مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع للتواصل الاجتماعي. تسمح بالتواصل بين شخصين أو أكثر؟ طبعا سهولة إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا تلاحظت أغلى مواقع التواصل الاجتماعي أو جميع حالة تطلب إرفاق هوية أو إرفاق إثبات شخصية. يعني ممكن يسألك سؤال على إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي. هل عمرك أكثر من 18 سنة؟ تكفيس نعم وخلاص تنشئ مواقع التواصل الاجتماعي. تنشئ حساب على هذا المواقع التواصل الاجتماعي. هي مواقع للتواصل. والأسف ترتكب من خلالها جرائم إلكترونية. مثل جرائم الذم القدح، التشهير، الابتزاز، انتحال الشخصية. أيضا التنمر الإلكتروني يدخل من ضمن هذه الجرائم. المسؤولية تقع حقيقة على الأسرة بالدرجة الأولى. كونها اللبنة الأساسية في المجتمع. وهذه الجرائم يعني نحكي لما نحكي جرائم إلكترونية جرائم عابرة للحدود. لا تختصر على إقليم الدولة فقط. كون شبكة الإنترنت تغطي كافة العالم. فالتقع المسؤولية بالدرجة الأولى على الأسرة وبالذات الأطفال. دعونا نحكي الأحداث الأقل من 18 سنة. لا بد من توعيتهم من مخاطر الجريمة الإلكترونية. لأنه مصادف حالات أنه مرتكب لجريمة الإلكترونية هو ما يعرف أنه مرتكب لجريمة الإلكترونية. في مرحلة عمرية من الطفولة؟ نعم صحيح. ممكن تكون تنمر إلكتروني. ممكن تكون ذنب وقادح وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن تكون خطاب كراهية أحيانا. يعني هو ما بقصد هذا الشيء ولكن ممكن تكون خطاب كراهي من ناحية التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي أو منشورات على موقع التواصل الاجتماعي. فتقع المسؤولية على أهل بتوعية الأبناء من مخاطر الجريمة الإلكترونية. الحمد لله وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية يعني ملتزم برنامج توعوي على مدار العام في المدارس الابتدائية والثنوية حتى. للتوعية من مخاطر الجريمة الإلكترونية. أيضا ندعو إلى متابعة الأبناء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لا نحكي مراقبة ولكن متابعة الأبناء بناء جسور من الثقة مع الأبناء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يعني الإبن في هذه المرحلة إذا بيجي طلب غريب على الإنترنت يعني تصدف قضايا أنه بيجي طلبات غريبة تصور لي بطاقة الاعتمانية تاعت والدك خاصة لألعاب الإلكترونية بيستغير بالضبط أصبحت مثلها مثل مواقع التواصل الاجتماعي تسمح بتواصل مري والمسموع فممكن مثلا المحتال يلجأ إلى أنه أنا ممكن أطور لك اللعبة صور لي البطاقة الاعتمانية أعطيني الكود السريم مجرد ما أخذ معلومات البطاقة الاعتمانية يقوم بتعمل تحويلات مالية من حساب البنكي أيضا صور لي بيتك صور لي والديتك أهلك بالبيت فللأسف تستخدم هذه الصور في ارتكاب جرائم الإبتزاز والتهديد فدائما نبني ثقة في حال تلقي الطفل طلب غريب من شخص أي شخص على موقع التواصل الاجتماعي مباشرة إبلاغي الأهل أنه أتلقي طلب واحد من ثلاث أربعة أيضا بسوى أنه الأهل يطلعوا على أصدقاء يتواصلوا مع الطفل مثلا يسألوا بابا مين هذا بتواصل معك مين هذا بتعرفه في هذه الحالة نحن نحمي أبناء هنا دائما من وعيهم من مخاطر الجريمة الإلكترونية ومخاطر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إذن محمود بك أفهم في دورين في ناحية التنشئة الأسرية والتربية الأبوية لوسائل التواصل الاجتماعي في دور الرقابي والدور التوجيهي يعني عندنا مشكلة أحيانا من خلال المشاكل اللي عم توصلكم على سبيل المثال خلينا نحكي في مرحلة الطفولة حتى سن 18 سنة نتيجة جهل الأبناء لأنهم في مرحلة طفولة وين المشكلة يعني عندنا مشكلة داخل الأسرة أنه ما في توجيه وما في رقابة مصبوط هذا الحكوم أيضا نحن نحكي عن المدارس يعني لابد من وجود منهاج أو حصص في توعي مخاطر الجريمة الإلكترونية أو الاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي بالضبط يعني برضو يقع هذا الحمل على التربية والتعليم أيضا ويقع على المدارس ويقع على الأسرة ويقع أيضا على المجتمع ككل في التوعي من مخاطر هذه الجريمة نعم أنا يمكن بدقيقة واحدة حبي محمود بيك ناخد من خلال تجربتك أكيد مر عليكم في الجرائم الإلكترونية الكثير من القضايا اللي صرتوا تعرفوا أسبابها لكن حبي نصيحة نوجهها الآن أنا ما بدي أحكي بس للأسرة لكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية يعني أنا بحكي الأسرة المدرسة مرحلة الجامعة كمان يعني دور العبادة مسؤولة عن هذا الموضوع في التوجيه فحبي من خلالك ناخد نصيحة للي عم بيسمعونا وبشاهدونا الآن نعم نستي نحن كوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ندعو أنه لا ترتكب جريم إلكتروني وإنت ما بتعرف أنك مرتكب جريم إلكتروني وبالذات توفر الوقاية حتى لا تكون ضحية لجريم إلكترونية كثير بسموه عالم افتراضي أنا بسميه واقع افتراضي هو في الحقيقة واقع يحكس واقعك الآن الجهاز الخلوي أو موقع التواصل الاجتماعي يتم عليه دراسات بعرف شخصيتك بعرف توجهك بعرف كل شيء عن حياتك من خلال هذا الجهاز الخلوي فلابد باللتزام بأخلاقنا في الواقع العملي نلتزم فيها في هذا العالم الافتراضي بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية تأمين حساباتنا عدم التواصل مع الغرباء عدم الانجرار وراء الروابط الوهمية خلينا نحكي اللي هي تدعو إلى الربح أو تدعو إلى إرسال المعلومات خاصة وبالتالي يقع عليهم جرائم احتيال مالي إلكتروني هذه بشكل عام نصائح ندعو من خلالها لتجنب الضقوق كضحية لجريمة الإلكترونية إن شاء الله كل شكر لحضرتك الرائد محمود المغايرة وحضرتك مدير لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الله يعطيكم العافية شكرا